كنز واختراع لأول مرة في حياتك هتشوفيه هيخلي كل النساء ملكات جمال وهيخلي كل شاب مليونير أيوة والله العظيم زي ما بقولك كده وزي ما بقولك كده اللي انتو شايفين الخلطة الجبرة دي أيوة دي اللي هتخليك مليونير وهتخليك انتي كمان ست جمال أو من أجمل النساء تعال اما قلوكو هنعمل ايه وايه بالزبط اللي انا بعمله ده بس صلى على نابلة اول مرة تشوفوني انا اسراء فتح ودي قناة على يوتيوب مطبخ مامة سولة اسراء فتح سكتشن قناة رسمية ومليش اي قناوات تانية خالص على اليوتيوب اول حاجة كده بنبدأ ان احنا نجيب بنجر واهم حاجة ان البنجراية دي تكون يحطها في الفريزر لمدة اسبوع كامل وهي ساليمة طبعا دي كانت نص بنجراية كبيرة وانا حطها في الفريزر وايه وايه تغليها لا هتجي بيها كده من السوق تحطها في الفريزر عايزها تستوي على البارد يعني ايه تستوي على البارد يعني تبقى ميرة كده وتقطعيها وانت بتقطعيها تشيلي اي قشر منها اي قشر قابلك هاتشلي تبقى ميرة علشان نغط كل العصير بتاع البنجر اللي جواها من غير بقى ما نغليها ولا نسويها في حاجة اسمها تسوي على البارد دي بتديكي الحاجة اكتر تركيز من الحاجة اللي بتتغلي وبتبقى اقصر واهمية وطبعا بتبقى مفيدة جدا بعد كده هنجيب البنجر ده يكب عندنا هاتوف روميه كويس جدا لمدة تلات دقايق طبعا تشايفين البنجرية كلها عصير في عصير ده لان انا مسويها على البارد هتجدي الصفاية هتبدأ ان انت تصفي وايوة بصفي باديا لان البنجر ده كنز واختراعه اصلا رباني يعني كنز كده رباني لا يقدر بسمن ولا ملايين هيكسب الشباب الملايين وهيخلي كل شاب بيبقى مليونير يعني بدلا ما الشباب قاعدين على القهوة ويقول لك ما فيه شغل لا ده الشغل بقى مال الدنيا وبعد الوصفة دي هتبقى كلكم ايه يعني كل شاب هيبقى مليونير باذن دين الله طبعا البنات بتسرب فلوسها برضو على الحاجات دي فده بقى يا ستي كنز بتروح تشتري بتمنمائة جنيه لا هتصفي وتحط عليه ميت ورد هتحطي معلقتين تلاتة من ادي ايه اخليتي بقى كويس جدا لحد ما القوم يبقى متجانس تماما ما فيهوش اي تكتلات نهائي اللي انا بعمله ده جماعة احنا بنشتري من بره بتمنمائة جنيه قصمم بالله بتمنمائة جنيه وانا بقصم بالله بل بالعكس احنا عاملينه بتركيز اقوى واحلى كمان مليون مرة بعد كده هنجيب لبن بودر هنحط معلقتين على ربع معلقة من البيكنج بودر ودي مهمة قوي وانا استخدمت البيكنج بودر علشان طبعا ما استخدمش الخل فالبيكنج بودر احسن بكتير اللي ببقى كل المكونات دي سوا وبعد كده بقى هتجيب ايه معلقتين كمان من الدقيق وهتحطيهم على المكونات ده او على المكونات دي سوري لكو شري قلب اختك اللي وصل لحد هنا كومنت حلو زيكم اكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتبعوني من اي بلد او من اي دولة واكيد اهلا وسهلا بالجميع ورجعان وصلوني بكم للمليون مشتري هاخلط الكلام ده كله كويس تاني في الكبه علشان يبقى القوام ما فيهش اي تكتلات بين اللبن البودر او الدي ده بقى ست شكل القوام عايزة اقولكو ريحتك جينان طب يا استراء ده هخليني مليونير ازاي بدل ما انا قاعد على القهوة ومش لاقي الشغل يعني انت عايزة تفاهميني ان العلبة دي هتخليني مليونير ايوة والله العظيم زي ما بقولك وهتخليك انت كمان ملكة جمال من غير ما تسري في ولا شلن العلبة دي انت تقدر تعمل منها كنيات مهولة وهتروحها عند اي محل بيبيع مستلزمات مطبخية هتجيب العلبة الصغيرة دي اللي هي علبة التحينة اصلا بتبقى مباعة متعقمة هتحط في كل علبة ثلاث اربع معالي اقل علبة صغيرة من دي والله العظيم هتبعوها مش اقل من مية وخمسين جنيه لان هو المقاون المعمول بدون ذكر اسماء انا عن نفس اشتريته ومش هشتريه تاني اصلا بثمانمائة جنيه هو اصلا بيت صنع من الكركة دي ومش بالجودة دي فانتو جربوه بيستخدم ازاي اسراء انت هتعمله مشروع وهتبيعه من البيت طريقة الحفز بيتحفظ في التلاجة بيستخدم ازاي بيتحطه كل يوم على اي منطقة في جسمك الوش اليد اي منطقة في جسمك بلاستسنة عايز تقشرها وعايز تفتحها تبقى غنية بالهالورينك الهالورينك ده طبعا هو اللي بينتجي الكولوجين اللي بيخلي البشرة فتحة وبتبقى فيها نظرة غير طابعية بتستخدمه بعد اسبوع بالزبط هيقشلك البشرة وهيرجع هالك بشرة دي بهات وهيفتحك تفتيح غير طبيعي بيقضي تماما على الحبوب وبيحل كل مشاكل البشرة بلاستسنة حتى لو انت بطبيعتك سمرة فاعرف ان هو هيفتحك ولو انت عاملة ضايت فهو بيملق اصلا البشرة جدا وهيخليك بجد ملكة جمال جربوها اشوفك على قناة